اللي علينا النعمات ورحمته وبركاته الآن وكل آوان وإلى الأبد آمين آخر جملة قلناها في الترنيمة دي هتكون موضوع اجتماعنا النهاردة بل سامحني يا ربي إن زلت قدمي نكلمكم النهاردة عن موضوع العصرة يعني أنا بصراحة ما سمعتش حد تكلم في الموضوع ده كموضوع على بعضي جايز تيجي جزء في عزة لكن جايز يكون حد تكلم في الموضوع ده قبل كده بس أنا ما سمعتش فبس تأذنكم النهاردة إن إحنا يعني نخش في الموضوع ده بشيء من الجرأة وعلشان خاطر نحل موضوع نازل لازم نتكلم فيه بكل صراحة لأن الموضوع العصرة ده منتشر 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 في البيت منتشر في المجتمع منتشر في الكنيسة منتشر في كل مكان فعايزين نتكلم فيه بصراحة ونحاول نشوف له علاج أول حاجة عايزين نعرف يعني إيه العصرة كلمة عصرة يعني إيه كلمة عصرة في اللغة معناها زلة حسن كده إن زلت قدمي يعني وقع ما واحد تعثر يعني تكعبل يعني تشنكل يعني وقع بالإنجليش نقول تستمبل أو تسليب أو تتريب وقع فالعصرة هي الوقعة بس اللي احنا عايزين نتكلم فيه سبسيفك لي إن الإنسان ما يكونش هو سبب العصرة إن أنا ما كنش سبب لوقوع آخرين يعني واحد ماشي في طريق ربنا أجي أنا أمد رجلي أشان كله أو أقعه دي المشكلة اللي بنواجه يبقى ده الموضوع بتاعنا النهاردة إزاي أكون مش عصرة لآخرين أول حاجة بنلاقي إن السيد المسيح اهتم في تعليمه جدا بموضوع العصرة أقرأ لكم آية موجودة في لوقة سبعتاشر واحد واثنين السيد المسيح بيقول لا يمكن إلا أن تأتي العصرات ولكن ويل للذي تأتي بواسطته خير له لو طوق عنقه بحاجر رحى وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار لا يمكن إلا أن تأتي العصرات لأن العصرات لابد أن تأتي العصرات حولنا كل يوم وهتيجي هتيجي لكن المشكلة إن أنا أكون سبب مباشر للعصرة إن أنا أكون السبب في العصر العصرات وده اللي نركزين فيه النهاردة إن أنا أكون سبب للعصر لكذا السيد المسيح بيقول ويل للذي تأتي بواسطته العصرات خير له لو طوق عنقه بحاجر رحى حجر رحى دوت حجر كبير لو طوق لو الواحد طوق عنقه بحاجر الرحى وطرح في البحر لابد أن يموت غرقا لأن الحجر الرحى تسئيل هينزل به لعمق البحر وهيغرق ويموت فتخيلوا الموتة الباشعة دي السيد المسيح بيقول أحسن لو يموتها من أن هو يعثر أحد هؤلاء الصغار وهنا أحب أكلمكم عن اتجاه العصرة اتجاه العصرة بيكون من فين لفين من الأكبر للأصغر دايما دايما العصرة بتنتقل من الكبير للصغير الكبير في إيه نمرة واحد الكبير في السن نمرة اتنين الكبير في المركز نمرة ثلاثة الكبير في المعرفة والعلم من الأكثر معرفة وعلم نمرة اربعة الأكبر في الإيمان أو الأقدم في الإيمان يبقى دايما الأكبر سنا مفترض أنه بيعرف أكتر وعنده خبرة أكتر فيكون عصرة للصغيرين اللي هما بيبصوا له أنه هو قدوة الأكبر في المركز ممكن مثلا كاهن يترسم صغير في السن ثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة ويكون في الكنيسة فيه ناس أكبر منه بكتير بس بما أنه هو كاهن بيبقى هو مفترض أنه هو القدوة لكل الشعب فالأكبر في المركز الكهنوتي أو في المسئولية الروحية ونمرة ثلاثة الأكبر أو الأقدم إيمانا فالحديث الإيمان بيبص للقاب لي في الإيمان والمفروض أن يكون له قدوة في طريق ربنا فدايما العاثرة تنتقل من الأكبر للأصغر للأصغر يعني مثلا هنأخذ أمثلة كثير بقى مثلا خدمة الكهنوتي خدمة الكهنوتي مسئولية كبيرة ليه لأن الشخص يبقى عليه العين عليه العين في كل التصرف في كل كلمة الناس بتفترض في الكهن المثالية بيرفكشن بينسوا أنه هو بشر وما فيش أي إنسان كامل ربنا واحده هو الكامل لكن الناس بتفترض في الكهن الكمال أو شبه الكمال لو الكهن أخطأ الناس تقول أبونا عمل كذا أو أبونا قال كذا عشان مفروض عشان كده الكهن لازم يبقى حريص جدا في كل كلمة لازم يكون قدوة للشعب عشان كده القديس بولوس الرسول بيكلم تلميذ وتموثيوس بيقول له مفروض أن أنت تكون قدوة رغم إنك أسكف صغير في السن لكن ما تخليش حد يستهين بحداستك لت نوان ديس بايز يور يوث صغير أنت صغير في السن لكن الناس مش بتبص لسنك بتبص لمركزك الكهنوتي أنت مفروض قدوة للناس لا يستهن أحد بحداثاتك بل كن قدوة للمؤمنين في إيه ست حاجات في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطهارة وبعدين كم آية كده ويكمل لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك شوفوا بتمشي إزاي لاحظ نفسك تخلص نفسك لاحظ التعليم تخلص الذين يسمعونك تعالوا نفهم الست نقطة دولة ذكرهم معلمنا بولس كن قدوة للمؤمنين نمر واحد في إيه في الكلام كل كلمة محسوبة عليك يا أبونا وأي من هو في مركز قيادة وكل ما المركز يكبر كل ما المسئولية تكبر يعني تخيلوا مثلا لما يأخذوا حديث من قدسة البابا هذا البابا فأي كلمة هيقولها قدسة البابا محسوبة وبعدين كمان بتتصور وبتتزاع في كل العالم وبتتسجل يقول لك البابا قال يبقى إذا كن قدوة في الكلام تحت بند الكلام بالنسبة للأب الكاهن عمتا أو الكهنوت عمتا الوعز والتعليم والمشورة بعلم أولادي إيه بقول لهم إيه لازم الكاهن دايما يصلي يقول يا رب اديني حكمة عند افتتاح فمي خليني أكلم الناس كلامك ما تخلينيش أقول لهم كلام مش للبنيان كن قدوة في الكلام أحيانا الناس يقولوا إحنا هناخد المشورة من الأب الكاهن كأنها من الله كتاب يقول من فم الكاهن تطلب الشريعة يعني إيه يعني لما أعرف ربنا شريعته إيه وصياه إيه هروح للأب الكاهن لإن دية شغله إنه مفروض أن عارف الوصايا لكن أحيانا إحنا بنعطي الأباء مسئولية فوق مسئوليتهم وكرامة فوق اللي المفروض تكون وللأسف إنه بعض يستغلها بطريقة خاطئة إنه يتدخل في حياة الناس الشخصية ويقول له روح هنا وإعمل كذا وتصرف كذا كما لو كان هيلغي تفكيره لا مش دا دور الكاهن مش دور الكاهن في حياة الناس يعلمهم المشورة إزاي تكون يعلمهم إزاي ياخد قرار يعلمهم إزاي ياخد القرار السليم بعد صلة ومشورة ودراسة لكن في بعض الأباء وده غلط وأنا أرفض الطريقة دي يخلوا أولادهم لكنهم كده روبوت شطرانج يحركوا كده يقولوا أعمل كذا نفس كذا دا كلام مش صح روحيا ربنا إدى لكل إنسان فينا عقل وقال عن الروح الكدس يعلمكم كل شيء كل واحد فينا مفروض الروح الكدس يعلمكم كل شيء فرزم الكهن يبقى حكيم في الكلام وقدوة في الكلام وفي الإرشاد وفي المشورة وفي الوعز وفي التعليم دا أول حاجة تاني حاجة يكون قدوة في التصرف يعني إيه قدوة في التصرف التصرف بالإنجليش يقولك الكوندكت الكوندكت بتاعه سرته كويسة صرته نقية في التعامل بتاعه وفي المواقف مع الناس أصعب شيء نقرأ عنه في توبيخ السيد المسيح للكتب والفرسيين كان لأنهم بيتكلموا كتير ويعلموا كتير ومبيعملوش بما يعلمون به متى 23 آية 2 على كرسي موسى يعني التعليم جلس الكتب والفرسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وفعلوه ليه؟ لأنه بيعلم تعليم الإلهي ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون مشكلة أنهم يقولون ولا يفعلون فصاروا عصر للشعب بسبب أفعالهم مع أنهم بيعلموا تعليم ربنا لما مثلا الكاهن يقول العزة هيوعظ من الإنجيل لكن تخرج برة العزة تشوف أعماله تلاقيها منافية لتعليمه تبقى عصر عصر ليه؟ لأنه بيقول كلام مش بينفزه نحن عايزين ناس تنفذ مش كلام مش ناس تتكلم عايزين ناس تنفذ مش ناس تتكلم يعني مسئلا لو أعلم عن المحبة وما عندهش محبة ناس وبالذات لو فيه الأباء مع بعض ما فيش محبة بينه هل ممكن الكاهن يعلم المحبة وهو لا يحب أخاه في الخدمة مستحيل بقى عصر للشعب لأنه مش عارف يحب أخوه ويتكلم عن المحبة يقول له يقول له أيها الطبيب إيش في نفسك أولا لو واحد بيعلم عن حياة الكفاف لكن إن كان له نكوت وقسوة فنكتفي بهم ونلاقي جاي ببيت بالشق الفلاني وبيركب عربية بالشق الفلاني وعيش حياة حياة الناس تقول أبونا ده يعلم تعليم غير اللي هو عايش لو شخص متكبر ويتكلم عن الاتضاع يقول له التواضع الأول وبعد تعال تكلم عن الاتضاع فلازم التعليم والحياة يبقوا مع بعض في انسجام عشان خيره لكن كل حاجة يضعها على الفيسبوك مش ماشيين مع بعض بقى عصرة السليم أما الإنسان كان لكم محبة بعضكم لبعض والمحبة هي صمر الروح الكدس يعني في الكنيسة لازم أن أي حد يخش الكنيسة يشعر أن هذا مكان اسمه مكان المحبة المحبة بين الناس بعضها بعض بين الخدام من الأباء الجهنة وسط الشعب تشعر بالمحبة في المكان والسماء هي مكان المحبة أو مكان الحياة في محبة لما تتعامل مع واحد متوقع منه المحبة كمسيحي ولا تجد فيه المحبة يكون سبب عصر رابع حاجة في الروح أي في السلوك الروحي وليس في السلوك الجسداني إن الإنسان المسيحي المفترض أنه يسلك بالروح ولا يكمل شهوة الجسد مرة كنت قاعد مع ناس فبيقولوا لي كنا بنروح نعترف على أبونا فلان أحد الأباء الكهنة في منطقة من المناطق فأيقول لي كنت روح أقعد مع أبونا الكهن ألاقي في الاعتراف بيبكي أقول له طب بتبكي ليه يا أبونا قال أصل أنت بتفكرني فترة شبابي لما كنت زيك وكنت بمر بنفس الأتعاب دي كهن أب كهن روحاني حاسس بأولاده مش واحد يجي يعترف يجري من القوضة يقول له حرمت عمري ما يخش القوضة دي تاني ليه يتعبه يتعب نفسيته يشعره بأنه إنسان ما فيش فايدة فيه كهن تاني لطيف روحاني تلاقي عنده كده الاعتراف مش ملاحق ليه لأن الواحد يخش يطلع فرحان حاسس المسيح قبله حاسس المسيح غفر له نمر خمسة في الإيمان عندنا في الأول قدوة في الكلام في التصرف في المحبة في الروح نمر خمسة في الإيمان الإيمان هو حياة بيحياها الإنسان مع ربنا من المفترض أن الشخص القديم في الإيمان يبقى أقوى في الإيمان ليه بقى فيه خبرة مع ربنا غير لما واحد لسه داخل حديث في الإيمان عايز يبصي الناس عندها إيمان قوي فيقدروا يقووه تخيلوا بقى لو القائد على أي مستوى ضعيف الإيمان وقت الاضطهاد كانوا كانوا التارجت هو الأسكف أولا فلما يجوا للأسكف والأسكف لو أنكر الإيمان يبقى إيه يبقى يبقى يتبقين هيعملوا إيه طبعا يقول إذا كان الأسكف أنكر يبقى إحنا كمان ننكر أو القائد لو اهتز تتبدد الرعي اضرب الرعي تتبدد الرعي فلازم الإنسان يكون قدوة في الإيمان نحن أخذ بالكم أنه هو بيكلم أسكف هنا بس نحن ممكن نخذها في كل مستوى الأب والأم في بيتهم قدوة للإيمان بالنسبة لأولادهم هيستلموا لهم الإيمان لو هم ضعفاء في الإيمان يمروا بمشكلة أو بضيقة تلاقيهم اهتزوا وفقدوا إيمانهم بيبقى بيسلموا أولادهم إيه لهم بيسلمهم الإيمان لازم بقودوا ليهم في الإيمان آخر حاجة قدوة في الطهارة نحن عايزين ناس يبقوا قدوة في الطهارة يعلموا الزغيرين حياة الطهارة وحياة القداسة طهارة الفكر وطهارة القلب وطهارة الحواس ونقاوة الأعمال ونقاوة المشاعر حياة الطهارة كن قدوة في الطهارة دي ست مجالات ذكرها معلمنا بولس بالنسبة للقديس تيموسيوس أعلن رجعهم كن قدوة في إيه في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان وفي الطهارة لو واحد خالف حاجة من دي هيبقى عاصرة وبيكومل يقول لاحظ نفسك والتعليم نفسك أولا يمكن ذكرتلكم قبل كده كل ما أركب الطيارة أفتكر الحتة دي تلاقوا في المقدمة قبل ما الطيارة بتطير فبيدوا يعني يقول لك شد في الكابن اختل هتنزل الماسك حط الماسك بتاعك أولا وبعدين ساعد الطفل اللي جنبك كده الصغير ده اللي هو صغير في الإيمان مثلا لو لاش أن أنت حطيت الماسك وعندك الأكسوجين الروحي بيغزيك أنت أولا مش هتقدر تساعد اللي جنبك واحد يقول إيه لو أنا سألتك السؤال ده بالانتوشن أقول لك تحط الماسك لنفسك الأول ولا للطفل اللي جنبك تقول لا الطفل طبعا هو محتاج يقول لك لا ساعد نفسك الأول وبعد كده ساعد التانين لأنك لو ما ساعدتش نفسك جايز ما تلحقش لا تنقذ نفسك ولا تنقذ هذا ففي الحياة الروحية هكذا أنت اهتم لاحظ نفسك أولا لاحظ نفسك لما تلاحظ نفسك تخلص نفسك وبعدين والتعليم لاحظ التعليم تخلص الذين يسمعونك لكن مهما قلت وأنا لا ألاحظ نفسي وحياتي سأعلم إيه ما ينفع نحن في زمن نفتقر فيه إلى القدوة الصالحة القدوة الروحية على كل المستويات وأقول هذا آسفا نحن عايزين قادة عايزين قادة ساعات أحيانا نقول للأباء الكهنة يابونا احضر مع أولادك العشية لسه قلهم في اجتماع الكهنة من كم يوم احضر مع أولادك العشية والتسبحة فهيتشجعوا لما يلاقوك أنت مهتم بالتسبحة لكن أبونا فين في التسبحة مش موجود حتى لو بيأخذ اعترافات لكن أنا عايز أبونا يبقى موجود في التسبحة هيشجع التسبحة كل خدمة يهتم بها الكهن ويكون قدوة ناس تشوف أبونا سين يشوفوا أبونا معاهم مش مجرد بيقولوا ما احضروا التسبحة لا هو بنفسه بيحضر التسبحة فزي ما بيعلم بيعمل الكنيسة تضعف لما يكون هناك عسرة بدل من القدوة القوية والقدوة السليمة والقدوة المعتدلة المدرت لأن فيه تطرف من نوع آخر هنتكلم عنه فيما بعد وهو التطرف اليميني التشدد أو العنف ده برضو عسرة نوع آخر من العسرة هو العسرة في البيت مهما الكنيسة علمت أولادها في الآخر هيرجعوا البيت ويشوفوا الأب والأم بيعملوا ايه مرة واحد أخذ أولاد ابنه ونزلوا الكنيسة دخل يحضر الأداس ومدرس الأحد فمدرسة مدرس الأحد بتقوله أنت ولد ممتاز لما تكبر هتبقى قائد كتير وخدم خدم كبير في الكنيسة قال لها لا أنا لما هكبر مش هجي الكنيسة فاستغربت قالت له ليه قال لها عشان بابا بيجبني الكنيسة ينزلني ويجي في الآخر ياخدني فمهما نتعلم ومهما شايف أباء في الكنيسة ده مش همه همه ايه أنا لما هكبر هبقى زي بابا البيت لازم يسند تعليم الكنيسة لو الكنيسة بتقول حاجة وفي البيت يقوله حاجة مثلا نقول فيه سيام البيت يقول لك لا حرام زغير لما يجبر خلاص تكون ايه تكون النتيجة ايه أو لو أب بيقول حاجة والأم بتقول عكسها هيبقى برضو فيه مش مشين مع بعض عصرة الأب والأم هشوفوا الأولاد هشوف الأب والأم بيعملوا إيه أب بيدخن مثلا هل يقدر يقول لابنه ما تدخنش مستحيل يقوله طب ما تبطل هل أنت الأول أو أب وأم بيشربوا هل يقدروا يقولوا الأولاد هم ما تشربوش يقولوا طب ما تبطلوا بعد أن تيجي تقول لنا وللأسف خلوني أقول لكم عشان بس كريح ضميري أمام الله إن أحيانا الأب والأم يقولوا يعملوها قدامنا أحسن ما يعملوها من بر إيه اللي يعملوها قدامنا نجيب لهم الحاجات اللي بيشربوها ويقعدوا يشربوا قدامنا يجيب الجر الفرند في البيت أحسن ما ياخدها بر يعني ما عندهمش مانع للخطأ طالما قدام عينيهم إزاي بقى دي إزاي بنشوف كده بنسمع وبنشوف فعلا حاجات بتحصل زي كده وكأن الكنيسة أو مش الكنيسة الأشخاص بقنا من الضعف إن إحنا مش قادرين نعلم أولادنا الحياة السليمة إيه من كتر ما إحنا خايفين لحسن نفقدهم بنفوت لهم أخطأ كتيرة عشان كده بقى عندنا جيل ضعيف جيل ضعيف كم واحد عاشين حياة سليمة مع ربنا كل ده بسبب العثرة سواء جوة الكنيسة أو سواء في البيت عثرة ما بقاش في القدوة اللي الناس تبص تقول أنا عايزة بقى زي ده عايزين نبتدي نعلم أولادنا الطريق السليم يكون إيه بس قبل ما نعلمهم لازم إحنا كمان نعيش اللي بنعلمه مش مجرد بنقولهم ما مهما نقولنا وإحنا مش عايشين هنطلع جيل ضعيف مش عايش مع ربنا مصبوط ولذلك تلاقوا دلوقتي تفشت حاجات صعبة قوي زي الدراجز دراجز مستأولادنا كل دي عسارات دراجز ونسمع ده أخذ أوفردوز وراح فيه وده مش في طريق غلط ومش ملاحقين ليه مش قادرين نقود القيادة القوية السليمة المعتدلة أخذوا بالكم من كلمة المعتدلة دي لأنه ممكن حكتين حكتين يبعدوا شبابنا عن الكنيسة التطرف من النحية دي أو من النحية دي وكتير من الأحيان لما الأب أو الأم يتعبوا مع أولادهم يقول وصل الكنيسة مقصرة الكنيسة هي الأسرط وهو لازم يلاقي حد يلومه مش يقول أنا أسرت أو أنا ما كنتش قدوة يقول الكنيسة أسرت أسرت إحنا عايزين إحنا نعمل عملنا وكل واحد فينا يعمل عمله مع بعض نشتغل مع بعض من أجل أولادنا لألا نعثرهم لكن لازم كل واحد يعترف بتقصيره ولكن لو ما فيش قدوة في البيت هتكون النتيجة على رأي المثل إن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص تعرفوا المثل ده إن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص لو ما فيش قيادة في البيت هتكون النتيجة ايه. ده سيء. اين بيوت الصلاة اين بيوت الطهارة واين بيوت البركة احنا عندنا يا احبائي عندنا رسالة عندنا رسالة ان نوصل اولادنا لحضن المسيح وكل واحد فينا المفروض يحط في ذهنه انا رسلتي اوصل الاولاد دولة لحضن المسيح اوصلهم ازاي كل دقيقة بقضيها معاهم للبنيان بتفرق وكل دقيقة بقضيها معاهم للعسرة برضو هتفرق ياريت نكون لأولادنا قد ولا نتساهل معهم في الخطأ نعرفهم طريق ربنا صح ده طريق ربنا يا اولاد مهما كان صعب بس هو ده طريق ربنا ما نتكسفش لما نعرف الاولاد طريق ربنا في العهد القديم مما عالي الكاهن ما كانش بيعرف اولاده طريق ربنا تخذت عليه ان هو مقصر معهم وكان كاهن العنف هو عسرة من نوعا اخر يعني فينا تطرف اسم التسيب خالص فيش قدوة فيش قيادة وفي نوع عسرة العكسها بقى من ناحية تانية اسم التطرف والعنف والتزمت والتشبس اللي بطريقة برضو فيها تطرف الكاهن المتزمت والمتشبس والعنيف يتعب الناس برضو بهذا العنف الاب او الزوج في البيت او الام او الزوجة برضو ممكن يتعبوا اولادهم او الطرف الاخر بالتشدد الزائد الاعتدال دايما هو المطلوب لكن العنف والتطرف ده عسرة احنا في زمن لا يحتملون في الاحمال اللي هي قال عنها المسيح له المجد عسرة الحمل تقيلة ما نحملش اولادنا احمالنا عسرة الحمل ولا نحركها نحن بأصبوعنا لازم يكون في اعتدال والاعتدال عايز حكمة ازاي انقذ اولادي ووصلهم للمسيح ولا اسيبهم في التسيب بلا ارشاد او نصح ولا اكون عنيف بحيث ان هو اديهم صورة صعبة للحياة مع ربنا لكن الاعتدال وعلى رأي المثل اللي بيقول الطريق الوسطى خلصت كثيرين الاعتدال برضو بلاحظ ان في عنف احيانا مع الخدام الخدم العنيف اللي هو بيستغل سلطته في اتعاب الاخرين احنا عندنا مشكلة كمصريين يعني تدي الواحد سلطة يستخدمها اسوأ استعمال مثلا واحد تقوله يحفظ على النظام تلاقيه زعع ويشي خطوة لا لا يا حبيب احنا يهمنا النظام والنظام مطلوب لكن قبل النظام يكون في محبة عشان اعلم النظام اعلم المحبة واعلم النظام مش بالمش بالعنف اعلم النظام بالمحبة مرة واحدة ناس اشتكوني من زوجة كاه على فينك تعمل ايه هي عايز اتعلم البنات يلبسوا الاشرب يعني وده تعليم كويس في الكنيسة كده نظامنا في الكنيسة ان في الكنيسة بنغطي الرأس رح مسكة هي الاشرب وحطها كده هوت بطريقة عنيفة زع وتشخل تقشر البنت شابة ما تحتملش خرج التعيد وممكن ما تجيش الكنيسة تاني هو ده الطريقة اللي بنعلم بها ده طريقة نعلم بها ده المسيح يرضى بكده ده يقال عن ابونا ميخايل ابراهيم وكان انسان حساس جدا لما مرة شاخت واحد في الهيكل وراح يعتذر له قالوا ليه بتعتذر له كده يا ابونا قال لهم انا ملك الزبيحة لقيته اختفى ما شفتوش بسبب ان انا عاقت في الولد ده انسان يكون حساس واحد جاي الكنيسة عايز يرتاح تخيل واحد جاي الكنيسة تعبان المفروض يمشي فرحان لا انا اخده فرحان امشي مش طايق نفسه ليه مفروض الناس تجي الكنيسة تفرح تفرح بربنا ويخرج فرحان يبقى الكنيسة سبب بركة في حياته لكن هناك خدام سبب عصره وبسبب العصره في ناس كتير بتسيب الكنيسة يترى كم واحد كانوا سبب عصره لاخرين بسببهم ناس تركوا الكنيسة كل واحد يفكر بتصرف ازاي عمالي دي نتيجتها ايه في حياة الاخرين يبقى الاتنين عصره التسيب عصره والعنف عصره احنا عايزين حاجة الاعتدال في الحياة الروحية وفي الكياد الروحي نقطة تانية نقطة تانية في العصره في الكنيسة بالذات هي الخاصة الخاصة يعني ايه يعني الشلة اللي حواليه المسؤول على اي مستوى زمان مثلا كان يقولوا الحشية بتاعة البطرق يعني الناس اللي حواليه واحيانا ممكن الحشية دي تكون واحد بس ايام البابا يوساب قبل البابا كرولوس كان حواليه واحد اسمه ملك ملك ده اقنعه ان الناس عايزة تسممه وتموته والبابا كان كبر في السن وهو كان يسك في ملك وصدقه ففصلوا عن الناس وبقى ملك هو اللي بيحرك كل شيء بقى عثرة عثرة ليه لان بقى واحد او مجموعة قريبين من الشخص والبقيين بعيد عشان كده في التعهد اللي بيقولوا الكاهنة ولا يكون لي منهم جماعة مختارة لازم المسؤول يحب الكل لان لو في جماعة مختارة بيكونوا عثرة للبقيين وغالبا المجموعة اللي هم بيكونوا حواليه هم اللي بيتعوه بيريحوه بيقولوله حاضر وامين وبيكون طبعهم من طبعه واحنا عندنا في الكنيسة المفروض يبقى في التنوع في التنوع كل واحد له خدمة وكل واحد له مسئولية والتنوع دوت جيد للخدمة لكن لما يكون الشخص عنده خاصة بتكون عثرة للناس بالذات لو هؤلاء الخاصة استغلوا نفوذهم أو قربهم من المسؤول علشان يتعبوا الآخرين بأي صور يكونوا عثرة نقولت لكم في الأول استأذنتكم أن نحن نتكلم بصراحة مش كده ف عشان نحل دايما نتكلم بصراحة دي حاجات بتحصل أو مثلا يقول دولة فلان وفلان وفلان دولة عشان هما الأغنياء أو اللي بيدفعوا مبالغ في الكنيسة فابونا بيسمع ليهم عثرة دي ممكن تصوب تكون بسبب أن الآخرين دولة اللي بيشتكوا يكون هما صغار النفوس فيشعر أن أبونا أو المسؤول يسمع لهؤلاء أكتر عشان هما اللي بيدفعوا عثرة لازم تتحل سواء خدوا بالكم من العثرة ممكن تكون صح وممكن تكون غلط يعني ممكن الشخص الأعصر يكون هو أعصر عشان هو ضعيف النفس ضعيف النفس وهنتكلم عن هدية حتى ضعيف النفس لازم نعمل حسابه حتى لهو غلطان لازم نعمل حسابه ونرعيه مش معنى أنه هو غلطان وضعيف النفس يبقى كن يعني مش مهم هناك فرق بين الدالة الناس تبقى لها دالة معينة وأنه في مجموعة تعمل مع الشخص يعني أقول لكم مثلا من ضمن واحد زي القديس يحن الحبيب كان بيتقق على صدر المسيح أنا أظن كده يعني اللي بقيت التلاميذي يقولوا إيش معنى مش كده إيش معنى دية موجودة في الكنيسة عندنا كتير إيش معنى دا إيش معنى دا يا رب اللي تاخده في حضنك أنت مميزه ليه ويبقى عصر للآخرين هل هو المسيح اللي مميزه والهو اللي كان في حبه بييجي ويخش في حضن المسيح كده ويتمتع بحبه إيه رأيكم يعني لو أي حد من التلاميذ كان راح كده في حضن المسيح وحب يعني ياخد برك كان المسيح هيقوله لا ده بتاع يوحن مستحيل وممكن اتنين من الأولاد يعني واحد تلاقيه في طبعه الحنية وحب كده يحضن كتير ويقرب من الأب أو الأم والتاني يبقى كده شوية في الشخصية بتاعته ومش بتاع الحاجات ديت يعني فممكن تلاقي اللي هو بتاع العواطف والمشاعر ده يبقى أقرب للأب أو للأم مع أن الأب والأم يحب الاتنين لكن الثاني ممكن يقول هذا يحب أخويا أكتر من بس هو الحقيقة لأب والأم يحبوا الاتنين زي بعض لكن أنت اللي ما حاولتش تقرب زي أخوك أو زي أختك أو الأخو فأحيانا بيكون العصرة بسبب طبعي أنا مش بسبب طبعي الآخر ولكن لازم نعمل حسابنا برد كان قدست البابا شنودة مرة يقول لنا إيه لو تحضن ولد صغير طفل أحضن البقين كله مثلا ساعت أنا أعرف ولد مثلا فجاي سلم علي سأخذه بالحضن وطبطب عليه سأفكر هذا على طول لأنه لو حضنته هو وما حضنتش البقين سيغير مشاعر بشار بعد أضطر أسلم على العشرين الثانيين بنفس الحرارة وإلى أعصرهم عندنا كلمة إشمعنا ديت منتشرة لألا نعصرهم في عصرة تانية اسمها عصرة الداخلين حديثا للإيمان يعني إيه واحد داخل جديد في الإيمان ومتوقع من الموجودين في الكنيسة أن هم يكون مثال في الحياة الجديدة اللي هو دخلها هيصدم لما يلاقي العكس يعملو أوحش معاملة يعملو بدون محبة يعملو بإدانة يعملو بصفته القديمة مش بصفته الجديدة بعد المعمودية يعصر هو بيفترض في الناس اللي جوه الكنيسة القداسة والتعليم المسيح السليم أرى الإنجيل وعرف تعليم المسيح فمتوقع أن اللي في الكنيسة عايشين الحياة دي مرة واحدة جتني وكتعايش بعيد عن ربنا سنوات طويل قالتلي أنا عشان كنت عايشة في الخطيئة ما كنتش قادرة لا أخش الكنيسة ولا تناول لما تابت وحبت تخش الكنيسة صدمت هما دول بتوع الكنيسة دول بالبر أحسن فإحنا بنبقى سبب عسرة كتير للداخل للإيمان أو اللي كان بعيد عن ربنا ودخل رجع لربنا لأنه بيظن فينا القداسة والحياة الروحية السليمة فلازم ننتبه لازم ننتبه لأننا بنكون عسرة نوع آخر من العسرة هو عسرة غير المؤمنين أنا بقول أنا المفروض المسيحي وعايش مع ربنا وعايش حسب وصياه فأكون عسرة لغير المؤمن إزاي أحكي لكم قصة ولعل تكون سمعتوها مني قبل كده في إحدى الكنائس خارجين من الكنيسة فحصل زحمة وإحنا شطرين إن ما نمشيش على طول لازم نقف كده هو نتكلم كتير يعني ولكن الكنيسة موجودة على شارع عمومي ونسكنا داخل واثنين وقفين بيتكلموا وسدين الشارع جاء واحد من السكان عايز يخش بيته ودولة تعملين يتكلموا ومش هممه فترة طويلة يعني وده مستني ما فيش فايد في الآخر رح داس على آلة التنبيه عشان يفسحوا له السك ففي الآخر رديوا عنه وفسحوا له السكة وهو ما تكلم يعني بعد ده كله ولكن معدي في هدوء رح واحد شتم من اللي كانوا وقفين عشان زمر فهنا بقى قال لا بقى شو الدرجات رح فتح الشباك قال لهم انتو خارجين من الكنيسة ومفروض بتقولوا بتعرفوا ربنا لكن ما عندكم اخلاق اثيكس انا ما بقولش ان انا اعرف ربنا ومعندي ايمان لكن انا عندي اخلاق عندي اثيكس تخيلوا العثرة شوفوا مقدار العثرة انت بتقول بتعرف ربنا ولسه خرج من الكنيسة بس ما عندكش اخلاق عندكش مبادئ انا بقى ما بقولش ان انا اعرف ربنا لكن على اقل عندي اخلاق ومبادئ عثرة عثرت غير المؤمنين طبعا ان اقول كل هذا الكلام وانا حزين يعني العثرة دي موضوع كبير هزين ننتبه له ممكن عثرة في التعامل جوه الكنيسة يعني ايه مثلا واحد جاء متأخر مش كفاية انه جاي متأخر يرحط تعربيته بلوك واحد تاني جاي بدري وحطت عربيته في مكان الصح ممكن يكون هذا الشخص اللي عايز يخرج بعد القدس مباشرة واحد دكتور عايز يلحق عيادة او مستشفى او عنده ظرف او عنده شغل انت حضرتك جيت حطيتله عربيتك قدامه ما خلته عارف يخرج من الباركينج لوت ما عملتش حساب هذا الشخص وهو طالع من كنيسة بعد الصلاة المفروض طالع فرحان يجي يلاقي الموقف ده يبقى انت اعصرته اعصرته ليه افقدت السلام اللي اخده في الصلاة افقدت سلام هو جاي ياخد بركة انت اعصرته لانك عملت تصرف غلط بالشكل ده كل دي امثلة عن ازاي اننا ممكن اي حد فينا يعصر الاخرين يعني توقعه تكون سبب في انك توقعت وفي خطي زي مثلا واحد ومش قصده بيكلم واحد كان يعني دخل الكنيسة عندنا وانضم الكنيسة وهو امريكاني فبيقول بتعرف تعلمت عربي قال له لا ما تعلمت عربي قال ان شاء الله قدام شوية كده تعلم عربي وتبقى كويس يعني فجاي يقول لي وانا انا مش جاي الكنيسة عشان اتعلم عربي انا جاي الكنيسة عشان الكنيسة ارثوذوكسية فيها الايمان السليم فاعصروا بكلمة زي كده فيها عدم حكمة انا مش جاي اتعلم عربي انا جاي الكنيسة 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 فممكن واحد يبقى قصده حاجة كويسة لكن ده ما فيش حكمة قال كلمة تعصر زي ما مثلا كهن يحب اللغة الابطية ويحب يصلي بالابط ويطول في الالحان او الشمس يقول لحن طويل والناس زهقت من طول اللحن وخلاص بقى عايزين يجروا برا الكنيسة وهو مبسوط انه بيقول اللحن الوحد ولا حد مشترك معه عصرة ليه تعصر الناس الناس جاي تصلي مش جاي تاخد خطية لما تقول تطول في حاجة هم مش هشتركوا فيها عصرة وانا قلت للأباء الكهنة في الاجتماع اللي فات ده ممنوع حد يصلي اكتر من قطعة واحدة بالأبط يوم الحد ممنوع انا بعلن دلوقتي على الهواء انا في ناس بتتسوئ ممنوع اي كاهن عندي في نيورك يصلي اكتر من قطعة واحدة في القداس بالأبط ليه عايزين نحفز على اللغة ونعلم الناس مع الوقت لكن افضل اصلي مثلا نص القداس بالأبط والناس مش فهمة الصلاة ديت عشان الناس تصلي مش عشان انا بحب بالأبط مثلا اقعد اصلي بالأبط حتى العربي احنا عايزين برضو عشان نحفز على الاولاد نزود الانجليش ممكن حد يعطر على الكلام ده لكن هو ده النزام عصر كل ده يعصر انا لعلكم تفتكروا في الاول حذرني في الاول يعني كنت اطول في القداس وافتكر ان الناس بتتمتع بالقداس الطويل كنا نخرج مش قبل واحدة او اثنين يوم الحد وانا بزور الكنيسة مرة كل سنة يعني انا مش معهم على طوم مرة واحد بعات لي جواب وقال لي احنا بنحبك ونحب نحضر معك القداس لكن انت بتطول قوي مرة في السنة وتعب واعصر عشان القداس طول انا قلت اذا كنت دوات اعصر طيب ليه نعصر الناس الناس جاية حتى لو واحد لانا نعصرهم لانا نعصرهم هتشوفوا جاية دلوقتي حدت لانا نعصرهم دي العصر دي اخواتي لازم ننتبه لها كل شيء ممكن يكون سبب عصرة لو قدرنا نتجنبه ان امكن يبقى افضل خطورة العصرة بقى نكلمكم عنه موجودة في الانجيل لماري معلمنا متة اسحح سبع تاشر خطورة العصرة عايزة دي لكم بالجراوند للقصة دي في نوعين من الجزية يعني الضريبة الضريبة بتاعة العادية اللي بيدفعها كل شخص لما سألوا المسيح عنها قال اعطي مالي كيسر لكيسر ومال الله لله ممكن عايزين يمسكوا عليه خطأ فبقلوا له ندفع الضريبة ولا لأ لهم لازم تدفع طبعا اعطي مالي كيسر لكيسر مالي لله مالي لله للفيزا لدخول البلد فدي رسوم الأجنبي فتعالوا نسمع إيه اللي حصل لما طلبوا السيد المسيح اللي المفروض يدفع ضريبة الأجنبي طلبوا منه ضريبة الأجنبي نشوف دفعها ولا ما دفعهاش واخدوا بالكم أن المسيح معهوش يدفع أصلا يعني سنشوف حصل إيه دي موجودة في متة سبعتاشر من أول آية أربعة وعشرين ولما جاءوا إلى كفر النحوم تقدم الذين يأخذونا الدرهمين يعني قيمتها الدرهمين الدريبة دي إلى بطرس وقالوا أما يوفي معلمكم الدرهمين قال بلى بلى يعني يس فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا ماذا تظن يا سمعان ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية أمن بنيهم أم من الأجانب قال له بطرس من الأجانب قال له يسوع فإذا البنون أحرار شو مفروض يعني يدفعوا الجزية دي بصوا الحتة دي بقى منتهى الأهمية ولكن لألا نعصرهم لألا نعصر عايز لألا نعصرهم دي حتوها كده شعار في حياتك لألا نعصرهم عشان ما نكونش سبب عاصرة حتى لو هو غلط لألا نعصرهم اذهب إلى البحر والقس النار والسمكة التي تطلع أولا خزها وما تفتحت فاها تجد إستارا فخزه واعطهم عني وعنك شفتوا الموقف يعني السيد المسيح حتى ما من كتر الفقر فقير جدا للدرجة أنه حتى ما عندوش الدرهمين اللي يدفع سنعايز أقول إيه هنا مش مهم بقى القصة كلها فهمناها لكن كلمة لألا نعصرهم رغم أن مش من حقهم ياخدوا هذه الضريبة لكن شوفوا خطورة العسرة عشان كده من أجل خطورة العسرة قيل في نهاية العالم يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإسم جميع المعاثر الأول اللي بيتسببه في العسرات يجمعه الأول وفاعل الإسم وذولة اللي هيحسبه بس جات المعاثر إيه في الأول شيء خطير جدا ليه العسرة في منتهى الخطورة افرد واحد سبب عسرة وبعدين قرر يتوب قرر يتوب إزاي هيتوب الأعثرهم هيدور عليهم إزاي ويجيبهم منين ويتوبهم إزاي افرد واحد مدمن أي شيء وأعصر أصدقائه أنه وقعهم في الإدمان وهو قرر يتوب وقدر أن يتوب طب اللي أعصرهم دولة هيلقيهم فين وهيتوبهم إزاي وهيتوب ولا لا شيء خطير علشان كده لازم الإنسان ينتبه جدا لخطورة العسرة لذلك بولوس الرسول بقى يمكن الآية اللي أنتو تعرفوها مشهورة بيقول إن كان أكل اللحم يعصر أخي فلن أأكل لحم هو الموضوع مش لحمة موضوع ما ليش علاقة باللحم موضوع له علاقة بالزبح للأوسان وكان له علاقة يعني هي كتدبت إيه لو في لحمة مسبوحة للأوسان ناكل منها ولما ناكلش قال إيه الضمير إيه لحمة في حد ذاتها متفرقش كلها مسبوحة للأوسان غير مش مسبوحة للأوسان مش فرق المشكلة مش في دي لكن لو واحد ضعيف شافك بتاكل لحمة مسبوحة للأوسان مشكلة تعالوا نشوفوا الموضوع ماشي إزاي عشان نفهمه دي في كورنسوس الأولى تمانية من أول آية أربعة فمن جاءت أكل ما زبح للأوسان نعلم أنه ليس وسن في العالم وأنه ليس إله آخر إلا واحدا لأنه إن وجد ما يسمى إليه سواء كان في السماء أو على الأرض كما يوجد إليه كثيرون أرباب كثيرون لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به ولكن ليس العلم في الجميع بل أناس بالضمير نحو الوسن إلى الآن يأكلونك أنه إذن فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس الضمير هو ضعيف يعني يقول لك هذا مسبوح للأوسان ينفع نأكل منه هو مسبوح للأوسان ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله لأننا وإن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص ولكن أنظروا الآن لا يصير سلطانكم هذا ما عصر للضعفاء شوفوا الدعفاء هنا ضعفاء النفوس يبقى برضو العصر تنتقل من الأقوى إلى الأضعف لأنه إن رأك أحد يا من له علم متكئا في هيكل واسن أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل مما زبح للأوسان شفتوا بقى المشكلة فين مش المشكلة لكن لو شافك أنت هو ضعيف وقاعد في المكان دوت مش هيعصر فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله وهكذا إذ تخطؤون إلى الإخوة وتجرحون ضمرهم الضعيف تخطؤون إلى المسيح لذلك حتى بقى هي الآية المعروفة إن كان طعام يعثر أخي فلن أكل لحما إلى الأبد لألا أعثر أخي برضو نفس الكلمة السيد المسيح قالها لألا نعثرهم قالها بوليس الرسول لألا أعثر أخي يبقى ممكن أنك تعمل حاجات من أجل الآخرين حتى لو صح سيبك بقى من لو غلط لو غلط دي تبقى العصرة كبيرة لكن حتى لو صح بس تعصر حد ما تعملهاش برضو شوفوا لدرجة عشان كده السيد المسيح قال من أجلهم أقدس أنا ذاتي وكل واحد فينا يقول أنا عشان خاطر أولادي وإن كان ده مش غلط لكن عشان ممكن يعثرهم مش هعمله مبدأ مبدأ روحي مبدأ روحي لازم نكون فاهمين وكويس نقص نقطتين عشان نختم بهم الموضوع طولنا قوي العصرة ممكن تكون بعمل شيء معصر أو بعدم شيء بعدم عمل شيء المفروض كنا نعمله يعني يعني ممكن العصرة تبقى إيجابية بعمل شيء غلط وممكن تكون إنها ما عملت الشيء صح كان المفروض أعمله فمثلا ناخد يعقوب اثنين أول آية واحد يا إخوتي لا يكون لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحابة ما تحبيش ما تفضلش ناس عن ناس فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهية ودخل أيضا فقير بلباس وسخ فنظرتم إلى اللابس اللباس البهية وقلتم له إجلس أنت هنا حسنا وقلتم الفقير قف أنت هناك أو إجلس هنا تحت موطئ قدمي فهل لا ترتبون في أنفسكم وتصولون قضاء أطفقار شريرة يعني لو تميز ناس على ده غاني وده فقير فأنت كده بقيت عصرة اسمعوا يا أخواتي الأحباء ما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورسة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه وأما أنتم فأهنتم الفقير أليس الأغنياء تصلتون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم أمهم يجدفون على الإسم الحسن الذي يدعو به عليكم إلى آخر بعدين يجي في آية 14 بعد ما المنفع يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمان ولكن ليس له أعمال هل يقدر الإيمان أن يخلصوا إن كان أخ وأخت عرياني ومعتزين للقوت اليوم فقال لهم أحدكم امضي بسلام استدفئة واشبعة ولكن لم تعطوهم حاجات الجسد فما المنفعة يبقى هنا عصرت عصرت إن كان في طاقة يدي أعمل خير في واحد وما عملته يعني مثلا ممكن واحد ينتقدني دلوقتي يقول أنت عملت تصرف كل دهوة فيه كنايس وتزين الكنائس وتشتري وتبني وتعمل وسايب المحتاجين عصرة لأ إحنا عايزين كده وكده ما نتركش المحتاج طبعا نبني بيوت ربنا لأن دي أماكن الخدمة ونزينها أفضل شيء إن ده بيت ربنا ولكن نهتم بالمحتاج لكده إحنا إن شاء الله هنعمل سنتر مركز للخدمة الاجتماعية في تضهل بنعمة ربنا يبقى في سنتر بحاله مركز الخدمة الاجتماعية وأي حد محتاج يقدر يتقدم ويقدر نساعده لا يقدرش آخر حاجة في موضوع العصرة آخر حاجة في موضوع العصرة العصرة أحيانا تكون بسبب ضعف داخلي في الشخص مش بس من بره يعني العصرة غالبا بتيجي من بره لكن هي دليل ضعف داخلي برضه في الإنسان نفسه لشان كده السيد المسيح لما تطرق لمسألة النظر إلى امرأة أو النظر إلى شيء معصر ما قالش العصرة كانوا يبعثوا لقداسة البابا شنودة يقولوا له ملابس السيدات في الكنيسة مثلا يعني طبعا ملابس السيدات في الكنيسة لازم تكون بكل الحشمة فاش كلام بيت ربنا ينبغي له كل الاحترام في الملابس وفي كل شيء ولكن المشكلة لما يكتبوا الكراسة البابا يقولوا له يعني نبه على السيدات من جهة الملابس يقول له أنت بتبص لإيه أنت إيه اللي تخليك تبص أنت ملكش دعوة تتغمض عينيك لشان كده مكتوب في الإنجيل لماري معلمنا متة خمسة آية تسعة وعشرين وتلاتين فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقه عنك لأنك خير لك أن يهلك أحد أعضائك أن يلك جسدك كله في الجهنم وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقه عنك لأنه خير لك أن تهلك أحد أعضائك ولا يلك جسدك كله في جهنم يبقى العاصرة ما كانتش خارجا عني خدوا بالكم بس كلام ده مش معناه أن كل واحد لا كنيسة لها كل الاحترام في الملابس والحشمة زي العدرة كده من العدرة المثل بتاع لكن لازم الشخص يعرف أنه هو ضعف الشخص في عينه أنا أشوف حاجة غمض عيني أنا مالي أنا مالي خليني في حالي ده المبدأ أنا مالي كل واحد تخليه في حال ده مش مسئوليتي ده مسئوليتي لأب الكهن ينبه الناس لا ده ما لابس لها طالق بالكنيسة يا بنتي لا أحسن تبقى الحشمة مطلوبة وعلموا ولادكم بردو كده لكن كل واحد مسئول عن عينيه مسئول عن حواسه يقفل عينيه يقفل ودانه مسئول عن نفسه إن كانت عينك تعصرك فاقلع نحن النهاردة فتحنا موضوع و يعني للحديث بقية ربنا يعطينا إن إحنا ما نكونش سبب عسرة ربنا يعطينا إن إحنا نسود نكون سبب بركة لآخرين ننتبه دايما إن نكون مش سبب عسرة على أي مستوى لإلهنا كل المجد إلى الأبد آمين بعد الأباء الكهنة يكونوا سبب عسرة للشعب ولكن ماذا نفعل لو كانوا عسرة لأولادنا ما هو أولادنا من ضمن الشعب أولادنا يا ريت بنكلم أبونا بكل المحبة بنقول له يا أبونا الموضوع الفلاني ده أتعب أولادنا الموضوع الفلاني ده أتعب أولادنا يريد يكون فيه أسلوب تاني في التعامل مع أولادنا أولادنا كويسين وعايزين حد يحبهم وعايزين حد يحتضنهم لشان ما نخسرهمش ده مهم أول نبهوا الأباء بالمحبة وإن ما نفعشي ممكن تيجوا تكلموني وأنا أنبه على الأباء برضو بيقول كنتم وصبع على الاعتراف لفترة طويلة ولكن أولا سبت لأن كل قصة أحكيها لأب اعترافي أسمعها من أصحابي أو في الميكروفون في الوعز أحيانا الواحد لما بيقول حاجة في الاعتراف ممكن الأب الكاهن يستخدمها في العزة على اعتبار تعليم لأنه ممكن أنا أقول حاجة وغيري بيقولها فأبونا حس أن دي حاجة ممكن تفيد الناس فلو بيتكلم أبونا جنرال ده من أجل التعليم لما أبونا بيلاقي مشكلة مثلا في الاعتراف فبيعلم زي ما أنا قلت قصة كتير دلوقتي بس مش بيقول فلان قال كذا جنرال ما نعرفش منه فما تبقاش حساس وما تبقيش حساسة أنك تسمعك قصة لأن جايز أن أبونا بيتكلم على مشكلة جنرال لكن لو أبونا قال التفاصيل اللي بيها الناس تكون عارفة قصة دي حصلت مع مين ده غلط طبعا أبونا مستحيل يذكر الاسم وإلا يتحاكم دي فيها محاكمة يعني بشكل سر اللي اعتراف فيها محاكمة للكهن فورا دي لكن أنا بتكلم على أن يقول تفاصيل يتعرف منها الشخص ده مين فلازم ننبه أبونا لا التفاصيل لا أبونا لما تحب تعلم علم جنرال التعليم اللي هو ممكن تكون نحل به ظاهرة موجودة في وسط الشعب ثانيا حدث مشكلة مع أحد الأشخاص وكان سببها كاهن وكان سبب في خراب لبيت هذا الشخص عشان كده ما بقاش عند السكة في أي أب كاهن شوف أقول لكم حاج أنا فتحت موضوع فيه شوك موضوع اللي أنا اتكلمت النهاردة فيه ده موضوع فيه شوك كتير بس أنا من طبعي أن أنا زي الجراح اللي بيفتح عشان ينظف عشان يقفل على نظيف ونخف فصح مش كل كاهن له الخبرة أن يخش في مشاكل ويحله وأعرف البعض دخلوا في مشاكل وعقدوها أكتر محلوه مش مطلب مش منطلب من الكاهن أنه هو يعرف في كل شيء وأنا في بعض الكاهنة اللي بشعر أنه هم ما عندهمش موهبة حل المشاكل همنعهم من الدخول في مشاكل أسري همنعهم أقول له يا ابونا أنت معفى من هذه الخدمة لأنه مش مطلوب منك ممكن نرسم دياقونيين مثلا زي الأخ مينا نرسم مجموعة من دياقونيين في كل كنيسة يكون ليهم خبرات مثلا واحد دارس سايكولوجي أو واحد دارس سوشيال وورك سوشيال ووركر أو كونسلر أو حاجة كده أرسموا دياقون فأدي له الأثورة أن يخش في المشاكل لأن الكاهن ممكن ما يبقاش تريند دي كلها حاجات حياة الناس دي عايزة واحد عنده خبرة ومش كل الكاهنة عندهم هذه الخبرة ومش المفترض أن كل كاهن يكون عنده خبرة في كل المجالات دين بالكم يعني أنا لما بيجيني شكاوى من أحد الكاهنة في حاجة زي كده ممكن بقول لأبونا ما تخشش في مشاكل تاني أنت ممكن خليك في النواحي اللي تعرف فيها أكتر وما فيش داعي تخش في حاجات زي كده لكن مش معنى أن نحصل بعد إكسبرينس مع كاهن يبقى ما نصقش في كل الكاهن أو ما نصقش في كل الإكليرس هو بس كان قليل وهو بنية كويسة بيحاول يحل لكن ما عرفش حل ماذا لو المعصر لم يشعر أو يحس أو يلاحظ أو يعرف أنه سبب عسرة لازم نقوله لازم نعرفه أنه هو تسبب في العسرة ولازم يغير من الإسلوب المعصر ولو ما غيرش من الإسلوب المعصر فيه طرق تانية ممكن أن نحن نستخدمها عشان يعرف أنه هو سبب عسرة يعني ممكن بالكلام وممكن بالعقوبة ممكن الشخص لو مثلا خادم سبب عسرة وأعصر ناس كتيرة في الشعب ونقوله يا فلان أنت بتسبب عسرة تسبب عسرة وما غيرش من طبعه نقوله طب أنت ممنوع تخدم الخدمة دي فترة لغاية ما تحل المشاكل دي لكن هنسيب الناس اللي بيعصروا أن تستمر العسرة يبقى إحنا بنخسر ناس عشان أنقذ واحد أو أراعي مشاعره هفقد عشرات يبقى إيه الحكمة من كده مش كده يبقى أنا هزعل واحد مؤقتا بس هنقذ عشرات وده أعرفه إزاي عالج هذا الأمر نشكرني يفيدكم على هذا الموضوع القيم جدا موضوع في مشاكل أنا بس بجاوب الأسئلة الأول اللي هي خاصة بالموضوع ونشوف الحاجات التانية موسيقى 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 حسنا شكرا موسيقى 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 ايه مثلا من دمن العثرة اللي ممكن تكون يقول ايه مكتوب في الكتاب المقدس ما اخسته اعطوا من غير مقابل هي طبعا الاية مش كده بالزبط الاية بتقول مجانا اخسته مجانا اعطوا ليه بقى الاباء الكهنة عاملين تسعيره الفرح بكذا المعمودية بكذا العذاق بكذا هو شوفوا الحقيقة ايه حكاية التسعيره دي احنا لسه متنقشين فيها في اجتماع الكهنة يوم الثلاثة اللي فات واحنا قلنا ان احنا هنخلي الناس هم اللي يقترحوا التبرع اللي عايزين يقدموا للكنيسة وكل واحد بقردته يتبرع هو بيبقى في ايه كنيسة لما بتتفتح بيبقى في مصاريف هيت مصاريف كهرباء مصاريف تنظيف الى اخر ففي مصاريف فهو مفروض الشخص من نفسه حسب ما ربنا اداله يعطي عطية في المناسبة اللي هو فرحان به انا حسن واحد راح واحد راح يتجاوز مثلا هيصرف كام تصرفوا في الاكليل ما بين الشابكة والمش عارف الشاور ايه والااا والااا والاا الاحتفال اللي بعد كده ايه بتخش في عشرات الالاف مش كده فنيجي عند الكنيسة نقول الكنيسة ازاي تتفتح بمتنضل يعني هي جتل بعد المصاريف دي كلها ونزع على ادي ادي بحب فاحنا لغينة استسعير ولكن خليناها ان كل واحد يدي على قد ما ربنا اداله يدي بالمحبة ويدي هو مصرور بس احنا بنقول التكاليف بتبقى كده تقريبا وانت ادي اللي تديه ده اللي اتفقنا عليه معك نا معك اخرت منا مناقشة طويلة موضوع ده فاحنا حلنا لكم الموضوع ده عشان ما تعصروش فانا بحاول احل لكم العصارات قبل ما انتم تسألوا فيها بنحلها لكم هون بس خليكم انتو كرمة من نفسيكم كده يعني من غير ما حد يطلب شو عارف اقر الورقة دي ايدي هشوف لكم بقى حد طالب صلاة حد بيقول انا محتاج متبرع بعربية اذا امكن لو حد عنده عربية مش بيستعملها ويحب يتبرع بيها ممكن بناخدها نديها للشخص المحتاج وبندي له عليها بتمنها انه عمل دونيشن بقيمة العربية يعني ياخد عليها دونيشن ان هو قدم دونيشن بقيمة العربية بتتسعر وياخد عليها دونيشن فممكن نديها لصاحب السؤال ده ممكن يكون في اتنين قدس في الكنيسة في وقت واحد يعني قدس بالعربي قدس بالانجليزي بندرس هذا الموضوع وممكن طبعا يكون قدسين في نفس الوقت واحد بالعربي واحد بالانجليزي ونستخدم تحت في الوداس من الاتنين ابونا فسر السؤال هل تجنب الناس الذين يعصروك على فكرة كل الناس كتبت العثرة بالسين هي بالثه عثرة عثرة نسي العربي ونسي الخط هل تجنب الناس الذين يعصرونك خطية الموضوع ده عايز ارشاد ابل الاعتراف طبعا بلا شك لو انت بتعصر حد بيسر ما هو المسيح قالها ان اعثراتك عينك اليمنى طب يعني التفسير بقى بتاع الاباء عينك اليمنى طب وعينك اليسرى ما هو الاتنين بواحد بيبص مش ماشي عامل كده فان اعثراتك عينك اليمنى يعني الشخص اللي هو زي يعنيك اللي هو قريب قوي ليك نقول لك ما واحد دي واحد عزيز عليه قوي يقول ده 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 عناية مش كده فان اعثراتك لو الشخص ده بيعسرك اقلع يدك اليمنى برضو نفس التفسير الروحي بتاعها ادراعك ليمين الشخص اللي هو قريب ليك ده زي ادراعك ليمين لو ده بيعسرك فطبعا لازم تتجنبه ومش ممكن نتجنبه ولا لأ لازم تتجنبه مدام بيعسرك يعني بيوقعك في الخطيب بلازم نتجنبه كيف نجيب على طفل عندما يسألنا ما هو شكل ربنا وهل يمكن أن نقول له ان شكله كما هو موجود في الصور شوفوا الاسئلة دي بتعتمد على السن ايه سنه ايه اللي يقدر يستوعبه يعني احنا مثلا كان في احنا كنيسة ارثوذوكسية شرقية ما مرناش بالمرحلة دي لكن الارثوذوكسية اللي هي البيزنطية مروا بفترة اسمها الايكون وتلاسل اللي هما قالوا هل الايكونات ده صح ولا غلط لكن في الاخر بقى قالوا لا الايكونات صح قالوا ليه ربنا ما نقدرش نصوره الله لم يره احد قد لكن قالوا بما ان المسيح تجسد فبقى له شكل نشفوه والكلمة صار جسدا وحل بيننا او فينا فبما انه تجسد واخد شكل فنقدر نرسمه فلو هو يسأل ربنا شكله ايه نوري له ايكونا للمسيح يقول له هو ربنا ده شكله كده ربنا لما تجسد اخد شكلنا اهو بقى شكله كده وطبعا لما هيكبر شوية هنقول له ربنا من حيث لهوته ما مش غير محدود وما لهش شكل حيث لهو من حيث نصوته نقدر نرسم الايكونا لانه ربنا ظهر في الجسد في الهيئة كإنسان فنقدر نرسم انه ناس شفته ولمسته فاذا نقدر نرسم ايكونا للسيد المسيح لأول مجد ما هو الفرق بين الكاهن والكمس والاسكف والمطران يعني الامس هو اسيس قديم والمطران هو اسكف قديم بس زمان كان لها حاجة تاني المطران اللي هو كان المترو بوليس يعني الاسكف في المدينة الام الكبيرة لكن دلوقتي بعد سنين من الخدمة يقول له هنعمل لك مطران اسكف في الكنيسة ما فيش غير ثلاث رتب شماس اولا القاعدة الشعبية اللي هي الليمن ليتي اوكي وبعدين الشماس الخادم يعني وبعدين القصيس وجواد درق الأمس والاسيس وبعدين الاسكف ومنها البطرق والمطران والاسكف درجة واحدة بس تفرق الكلمة من حيث الرتبة الإدارية او او الاقدمي او حاجة من هذا القبيل لكن كل اسكف قسيس شماس قد الرتب الموجود ربنا معاكم احنا عندنا نص ساعة للتسبحة نخلص ان شاء الله تسعة ونص زي ما أنا بعتلكو نصلي التسبحة لقد ما نقدر لمدة نص ساعة اللي بقية وبعد كده انزل معاكم تحت واحنا لسه بنتقبل عطاياكو لاجل المكان الجديد في تضهل ونشكر ربنا ماشي كويس خالص اللي بيحب يقدم تبرع او يقدم لون او يقدم مساهمة شهرية كل ده موجود معانا ونقابلكم تحت ربنا يبارك حياتكو يعودكو تفضلوا نصلي